موسيقى موسيقى مكافين معكم مشاهدين اكتاب الشهر الخاص بالنجمة باميلا الكيك اهلا وصهلا فيك مرة جديدة باميلا ومكافين هيك نوقف على محطات مسيرتك الفنية ومحطة جديدة بكتاب الشهر الخاص فيك يلي هي صبايا 3 عام 2011 باميلا بتقولي مسلسل صبايا سهم بانتشارك وانتلاقتك بسوريا لك انا في سوريا عندهم حب لقلي صراحة شوارح اقولك اكتر من اللبنانية الان بحب يعني بحس بيدفة وقت اكون بسوريا انا عن جد بالشام انا ما بقدر امشي بيحطوكي اكتر كتير كتير انا بحبهم كتير بحبهم كتير انا وكنت صغيرة كلبنانية اسمع ناس نحن اللبنانية بين بعض نقول انه سوريا فلسطينيا وبعضنا لليوم يعني مع قضية الناجئين السوريين مش هذا بشكل كتير واسع مش ناك هي اجت من وقت يمكن انا وصغيرة كردة فعل انه رح حبهم اكتر لانه كل لبنانية ما بيحبون وبالفعل حبيتهم وفهمتهم وحتى اذا عم نحكي فنيا فنيا مش عم بحكي سياسيا وهي كتبه بدنا نفرق يعني حتى فيها احكيك عن ايران ما كور عم بحكي عن السياسة في ايران في فن في كذا بفصل انا انا عندي شي يعني مش صبايا يمكن صبايا ما بعرف بس في حب للي انا كتير بحترمه فباليوم كيف عم تبادلين هالحب مع الهجوم يلي عم يتلقوا تحديدا بسبب قضية اللاجئين السوريين من معظم الجهات اللبنانية لك انا رأيي هلأ بهيدا الموضوع كتير كتير طو يمكن بدنا حلقات لنحكي عنه باختصار شو بتقولي باختصار القصص ماشي غلط بالنسبة لي مش على لا لاجئ سوري ولا لنحكي باللبنان اقواشي شو عم بيصير غلط لا اوصل للجوء السوري انا تنضا قدو يعني انا تخطى لنوصل لوقتها لا اوصل لا اعطيك رأيي باللجوء السوري من هلأ لوقتها ما في شي واضح مين اللي عم بيستلم لنا شو عم بيعملو شو يعني هلأ انا بدي اجي بالاخر بدي لك رأيي بشي صغير نقصمة انو طلع بين اللاجئ السوري وبين احنا اللي بلبنان اصلا شو عمنا بلبنان ما رح روح لهونيك بس رحقلك انو هي بس عم بتصير بلبنان غير بلدان شو عملو من خصوصا دا الموضوع كيف عم بيحلوه بالاردن بمصر كيف عم بيحلوه مابا خلينا نرجع لمسلسل صبايا الممثل ايمان رضا اثناء حلوله ضيف معي بالبرنامج قال بحلقته معي الصبايا بطلوا صبايا بسبب عملية التجميل شو تهليئك على هيك تصريح باعتبارك كنتي بهالعمل انا كثير بيقسفني انو كنت قول انو انا من القلال ابقاش في غيري يعني اليوم كل ما حدا بيتطلع فيي اول شي بيقرب بيعمل لي هيك كيفيك باميلا؟ بعديك على طبيعتك اه والا تفا ايه ما عم بيصدق انو بعد نحب حالي متل ما انا ولبل اذا بدك اياها اكتر ايتك عم نعطيك سكوبات وحبينك اليوم طلع فيي جالس اوكي من خار قلوق من خار بده عملية التجميل اما من وقت ما كبرت يعملولي الميك أف ارتيس كله هلأ هون نحن بالكونتور شوى منكبر ياموا نصحوني ابرس غيري هون ابرس غيري هون ابرس غيري هون ابرس غيري خونسة ولا مرة دقت ليه؟ ما بدي دقت ضد عمليات التجميل؟ مش ضد يمكن انا بسير بي انا بدي مش غير حسن ما بعض بتأيدته الصريح أي مرضة؟ مش بس على بنات صبايا لأنه نحن عم نحكي عنها البنة صارت عم بتشكك لي إذا عم نحكي هلأ شيله كل شي على جنب عم بحكي مع البنة وبس مع البنة مش مع الإنسان والرجل حتى الرجل يمكن يصير لازم نحكي عنه نحن عم بيتوجه للقصص إذا أنت مرتاح تعمل القصص أنا اليوم بس عم شوف بنات إني كناية عن تضريس معينة ومش تضريسهم مش قصصهم بسأل ليش